وقد استقبلت صاحبة السمو الملكية الأمير سبيك منت إبراهيم الخليفة قرينة عاهد البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله كبار المدعوين ورؤساء الجلسات والمتحدثين في المؤتمر الدولي المرأة في الحياة العامة من وضع السياسات إلى صناعة الأثر وأعربت قرينة عاهد البلاد المفدى عن شكرها وتقديرها لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ثقتها في مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة لإتضافة هذا المؤتمر الهام بهدف تباجل التجارب والخبرات في كل ما من شأنه إدماج احتياجات المرأة وتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة معتبرة سموها أن مثل هذه المؤتمرات الدولية من شأنها أن تعزز موقع مملكة البحرين كرائدة في مجالات الدعم وتمكين المرأة على مستوى المنطقة خاصة مع نتائجها المشرفة التي حظيت بها كأعلى نسبة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مناصب إدارية عليا ووسطى في القطاع العام في تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2014 حيث بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام في مناصب إدارية عليا 45% وفاقة المتوسط لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي بلغ حوالي 29% كما بلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في مناصب إدارية ووسطى 59% من جانبهم أعرب كبار المدعوين ورؤساء الجلسات والمتحدثين في المؤتمر عن بلغ شكرهم وتقديرهم لصاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهلة البلاد المفدة رئيس المجلس الأعلى للمرأة على كافة ما تبذلهم مملكة البحرين من جهود في دعم وتمكين